صباح الخير اليوم الثانية 8 أيار مايو 2023 كيف رح تكون الأبراج لهذا النهار؟ ومنبدأ مع برج الحمل اليوم الأحداث الإيجابية ممكن تتسارع بحياتك وهذا الشيء بينعكس بطريقة أو بأخرى على سلوكك اليوم أنت في عندك فرح أو اندفاع وفي عندك تفاهمات جديدة عم بتصير بحياتك العاطفية برج الثور المبادرات الجيدة يلي بتقوم فيها تجاه الآخرين بتعود عليك على شكل مساعدة أو فرصة جيدة اليوم نهارك جيد نوعا ما بس المفروض أنك تكون عم تقدر تحسب أمورك صح وخاصة بمجال المال والعمل برج الجوزاء لازم تعرف اليوم أن مواجهة الآخرين بالحقائق هي نتيجة حتمية حتى لو حاولت تأجل هذا الشيء اليوم أنت عندك أصدقاء قواية وشركات متينة بس ممكن تتعرض لاختبار أو يمكن أو لموقف صعب لازم من خلاله أنت تتعلم درس معين برج السرطان بينصحك الفلك اليوم تعتمد على جهودك الشخصية بأن الاعتماد على الآخرين ما دائما بيكون فيه نتائج مثل ما أنت متخيلة مواضيع المال والمكاسب والخسارات رح تفرض حالة بهذا الوقت ورح يكون قدامك لكتير من الأعمال لتنجزها برج الأسهد اليوم يلي بتبلشه بطريقة صح بتخطمه بطريقة صح واليوم بينصحك الفلك أنك تبلش بطريقة إيجابية وخاصة أنه موقع الأمر لليوم بيحملك تطورات إيجابية على الصعيد الشخصي والعاطفي بالحب رح تكون الأجواء جيدة خاصة إذا كنت عانيت من مشكلة أو أزمة مع الشريك بالأيام الماضية برج العذراء لازم اليوم تهتم بشؤون العائلة والمقربين وتعطي بعض الوقت والاهتمام لأيلون ما فيك اليوم تأجل أو تتجاهل بعض المسائل الملحة حتى لو اضطريت لأنك تعالجها دفعة وحدة يومك منه سيء بس ممكن يكون ضاغط أكتر من اليومين الماضيين برج الميزان اليوم عندك أسلوب جديد أسلوبك هو أنك تعمل اتزام بحياتك وتبعد عن الانحياز لأي طرف أو أي شخص ضمن محيطك المهني اليوم أنت واسق من نفسك وعم تحاول تبقى بعيد عن المشاكل وعم تبعد عن أي مسائل ممكن تشعر بأنه رح تسبب لك مشاكل برج العقرب اليوم بتبادر لإيجاد الحلول وبتتصرف بشكل سريع ودقيق إزاء العديد من الملفات والمواضيع يلي سببت لك الأزعاج وخاصة على صعيد العمل والمال اليوم أنت عم تكون أكتر فاعلية وأكتر إنتاجا وعم بتصيب أهدافك كلها برج القوس فيك تعتبر هذا النهار انطلاء جديد رح تتحسن الأمور المعنوية بيتحسن مزاجك وبيرجع لك الأمل بأنه كل الأمور رح تمشي متل ما أنت بدك لازم بس تنتبه عن بعض المواجهات يلي ممكن تصير اليوم خلال نقاش غير اعتيادي مع أحد الزملاء أو الشركاء برج الجدي خلل بسيط ممكن يسبب لك إزعاج أنت بتحقب الدقة بالعمل وبتعتمد أسلوب مختلف عن الآخرين بإنجاز مشاريعك الشخصية طبعا هذا النهار ممكن يجب لك بعض الأحداث المفاجئة أو يغير لك من خطتك وجدول أعمالك عاطفيا تمتزج المشاعر الرومانسية ببعض القلق والشكوك برج الدلو اليوم أنت صريح كتير وكتير قليل عالم ممكن تتحمل هاي الصراحة أو أنه تصبر على هاي الصراحة بس اليوم أنت عم تعمل غربال بحياتك عم تحاول تلاقي الأشخاص اللي هنه فعلا أصدقاء لإلك وعم تبعد عن الناس اللي هنه بس بدهم أنه يمشوا معك مصلحة يمكن أو ممكن عم بيوجهوا لك انتقادات لازعة من ولا شيء طبعا يومك جيد رح يكون رح تقدر تضمن نجاح من خلال بعض المبادرات والأعمال الجديدة برج الحوت هادل النهار كمان فيه بعض الأعمال والمسؤوليات الإضافية بس هاد الشيء ما رح يزعجك أبدا لأنه أنت عموما ضمن فترة جيدة وآدر من خلاله أنك تحقق إنجاز جدا مهم بس بدك تنتبه من بعض الطاقات السلبية اللي عم تحوم حولك اللي هي ممكن تكون غيرة أو حسد من بعض الأشخاص المنافسين مولود اليوم هو شخص عملي وعنده ذاكرة أوية جدا هو حدا زكي كتير وعنده إلمام كبير بموضوعات والعديد من المجالات هاي السنة رح تكون كتير مهمة لإلو لأنه رح تساعده أنه ياخد خطوة جديدة ومبادرة كان خايف منها طوال السنوات الماضية